إسرائيل عندما تريد أن تأخذ مننا تميزنا وتصنعنا تحولنا فينا آخر عرب مسلمين مسيحيين بدو دروز وبدو شمال وبدو جنوب غيره ولكن عندما أرادت أن تتخذ سياسات ضدنا مثل القانون القومية أعادت لنا إلى الذهني أنه لا في نهاية الأمر بغض النظر عن المواقف السياسي الآن أننا نتحدث بغض النظر عن المواقف السياسي في نهاية الأمر يتعاملون معنا كلنا كجسم واحد هو الجسم العربي تفرقنا في التفضيل وتوحدنا في العنصر 100% سواء قانون كامينتس آثار جدا بالغة في القرى العربية الدروزية لذلك أنا أقول أنا لهذا الشرخ أن يلتأم وأن يتوحد كل أبناء المجتمع العربي هنا في الداخل بكل طوائفه الدروز والمسيحيون والمسلمين وأن يكونوا صفا واحدا هناك تقصير واضح وصريح من قبل الأحزاب العربية في التعامل مع المجتمع أو مع الطائفة العربية المعروفية وما ذكرته هو صحيح في هذا الجانب نحن قليلا ما نبادر في وكأنه هناك حاجز نفسي يمنعنا في أن نلتقي مع إخواننا وأبناء شعبنا وأبناء بلدنا من أبناء الطائفة المعروفية وأن نتحاور معهم وأنا متأكد أنه ليس بالضرورة أن الزيارة لعند الشيخ موفق طريف حصل منها تأييد له في الموضوع فإحنا بحاجة أن نكسر هذا الحاجز الوهمي بيننا وأن نصيغ علاقة أكثر صحية فيها أكثر تعاون فيها أكثر حوار فيها أكثر قبول لبعضنا البعض برغم إشكاليات هنا أو هناك تتعلق في الموضوع السياسي